السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات الصف الأول الثانوي والدرس الثالث من دروس الفصل الثاني ويتكلم عن منحنى الموقع والزمن ماذا سنتعلم في درس اليوم؟ أهداف الدرس أولا سنتعلم معنى منحنى الموقع والزمن بالنسبة للجسم المتحرك سنستخدم منحنى الموقع والزمن لتحديد موقع جسم وإزاحته وأيضا الزمن سوف نصف حرك الجسم باستخدام التمثيلات المتكافئة وسنعرف معنى التمثيلات المتكافئة المفردات منحنى الموقع والزمن والمنقع اللحظي أولا بناتي المنحنى الموقع الزمن ماذا يستفاد منه؟ تعلمنا في الحصة الماضية رسم الإحداثيات ومحور X ومحور Y فإذا شفت أنا منحنى الموقع والزمن يساعد في تحديد موقع العداء أو موقع حركة أي جسم عند لحظة معينة يعني يسهل لي تحديد الزمن والموقع كما بالجدول لو أنا عندي هنا خانة الموقع وخانة الزمن يرمز للزمن بالرمز D وجلنا وحدة قياسها سكنت والموقع بالرمز D ووحدة قياسها متر فأنا عندي الصفر هي تمثل نقطة الأصل معناها إن الجسم لم يتحرك معناها إن الموقع صفر الزمن صفر إذا بدأ الجسم يتحرك الموقع هنا خمسة الزمن واحد إذا خير الجسم حركته أصبح الموقع عشرة زاد الزمن وصلنا إلى 2 سكنت وهكذا بناتي الجدول يربط بين موقع الجسم والزمن في نقاط مختلفة بمجرد النظر إلى الجدول أستطيع تحديد الزمن وليكن بناتي إذا أعطيتك الجدول وقلتلك عند الموقع عشرة كم كان الزمن بمجرد النظر إلى الجدول أعرف أطلع على توني إن الزمن كان وقتها 2 سكنت طيب ممكن أعكس إذا قلتلك عند الموقع خمسة عند الزمن خمسة سكنت كم كانت المسافة أو الموقع اللي يتحركوا الجسم مباشرة ما يقابلها والنقطة 25 معناها إنه كان عند الموقع 25 متر إذا فائدة منحنى الموقع والزمن إنه يقدر يحدد لي الزمن عند منقع محدد أو العكس الموقع عند زمن محدد أنا ممكن أمثل نفس الجدول عندي بالتمثيل البياني أو التمثيل الإحداثي كما بالشكل بدأت هنا عملت محور Y هنا محور Y وهنا محور X أنا بمثل على محور Y الموقع وبمثل على محور X الزمن أبدأ أخذ من الجدول قيم الزمن عندي كانت 1, 2, 3, 4, 5, 6 قيم الموقع كانت 15, 15, 20, 25, 30 أبدأ بناتي عند الزمن 1 الموقع كان كان 5 وبسوي نقطة تمثيل الإحداثي اللي أنتو أخذته في الرياضيات عند الزمن 2 كان الموقع 10 وأسوي نقطة اللي تجمع منها أو نقطة التقاطع منهم عند الزمن 3 كان الموقع 15 وهكذا الزمن 4 الموقع 20 إلى آخر نقطة عند الزمن 6 كان الموقع عندي 30 وأعمل خط بنسميه خط المواءمة أو الميل عندي يصل بين جميع النقاط أقدر بناتي أحدد عن طريق الجدول الزمن والموقع وأقدر أحدد عن طريق المنحنة الزمن والموقع ولي يقول أنا فقط أعطت لك المنحنة لأمامك قلت لك عند الموقع 20 كم كان الزمن؟ تسوي نفس طريقة الرياضيات تسوي نقاط نقاط إلى أن تتقاطع مع خط المواءمة تقطعت معها في النقطة هنا أنزل إلى محور الزمن أشوف الزمن كان كام؟ يبقى الزمن هنا ساوى أربعة يبقى عن طريق الجدول للبيانات أقدر أحدد المواقع والزمن عن طريق منحنة الموقع والزمن أقدر أحدد مواقع الجسم والزمن عند نقاط محددة منطقة الجزئية الأخرى مثال واحد قطط بيق على إلا أنا شرحته لو أعطاكي الشكل ده وجالك يوضح الرسم البياني حركة عداء متى يصل العداء بعد 30 متر يبقى أعطاني أن الموقع 30 متر متى يصل معناها بيسأني عن الزمن طيب آجي عند هنا الموقع منحنة الموقع على محور Y هنا 15 15 20 في هنا 25 هنا 30 هو بيسأني عن 30 بنفس الطريقة اللي أنا ساويتها من شوية نقاط متقطعة إلى أن تتقاطع مع خط الموائمة أنزل إلى محور الزمن يطلع عندي الزمن هنا كام؟ الزمن 6 واضح بناتي؟ يبقى عند الموقع 30 الزمن كان 6 طيب أين يكون بعد العداء بعد مضي 4.5 سنة نيجي على محور X ليمثل الزمن عندي هنا 1 2 3 4 5 طيب هو سهل عن الزمن 4 ونصيبه بين الخمسة والأربعة يبقى أبدأ أحد النقاط إلى أن تتقاطع مع خط الموائمة عندي تقطعت في الجزء ده أروح إلى محور Y عشان أشوف المسافة عندي أو الموقع عندي كام؟ طيب بين 20 و 25 و 20 هنا هيمثل النقطة المنتصف بينهم هيا حلواتي أقول يساوي كام؟ هنا 20 وهنا 25 يبقى أفضل نقطة أن أنا أقولها أنه يساوي 22.5 يبقى هنا أقول ممكن يساوي 22.5 تمام بنات؟ بنا أعرف أحدد الموقع عند أي زمن والعكس الجزئية الأخرى مسألة تدريبية صف بالكلمات حركة اثنين من المشاء أعطاني A و B وأعطاني الرسم اللي يوضح حركتهم مفترضا أن الاتجاه الموجب من الشرق أو في اتجاه الشرق ونقطة الأصل هي نقطة تقاطع الشارعين يبقى أنا عندي هنا بتمثل العداء أو الشخص المتحرك A وهنا الشخص المتحرك B وأعطاني هنا اتجاه الغرب وهنا اتجاه A الشرق كيف أصفهم بنات؟ أصف أني العداء كما مكتوب أمامك أني بدأ الشخص أو العداء A الحركة من الغرب غرب الشارع متجهاً نحو الشرق يعني متجهاً للاتجاه الموجب طيب هل العداء B متوقف؟ ده هو بدأ الحركة من الشرق متجهاً نحو الغرب يعني في الاتجاه السالم وحصل أني الاتنين أثناء حركتهم في لحظة ما هما الاتنين التقم حصل تقاطع بينهم في نقطة واحدة يبقى نقطة التقاطع ده نقطة الالتقاء بين الشخصين أثناء عبور الشارع كل اللي أنا اتكلمت عنه إن أنا أصف حركة الجسم عن طريق الرسم البياني أو المنحنيات أو عن طريق الجداول وأخذنا قبل كده في الدروس السابقة أنا ممكن أصف حركة الجسم عن طريق مخطط الحركة عن طريق نموزج الجسيم النقطي ممكن أوصفه بالكلمات يا بنات ممكن أوصفه بالصور كل دي تسمى التمثيلات المتكافئة يبقى عندي التمثيلات المتكافئة طرق مختلفة لوصف الحركة ممكن أوصفه عن طريق الكلمات أنت حرك الشخص من اليمين إلى اليسار من الشرق إلى الغرب كلمات تصف أو الصور الصور زي ما أخذنا في مخطط الحركة وجداول البيانات زي ما شفنا الحين ومنحنيات الموقع والزمن زي ما اتدربنا عليها خلال درس اليوم فنيجي إلى الشكل يوضح لي أكثر أنا أقدر التمثيلات أمثل حركة الجسم باستخدام التمثيلات المتكافئة عن طريق جدول البيانات كما يظهر أمامي جدول البيانات بيوضح العلاقة بين منحنة الموقع والزمن ممكن أصف الحركة عن طريق المنحنيات كما في الشكل بي ممكن أوصفها عن طريق النموزج الجسيم النقطي أن أمثل حركة الجسم بنقاط لبنى عندي بنات الطرق المختلفة لوصف الحركة تسمى تمثيلات متكافئة كلها متكافئة من حيث أنها تحتوي على نفس معلومات حول حركة الجسم أو حركة العداء بس ممكن طريقة تفيدني عن الأخرى على حسب المعلومات اللي موجود فيها وأتمنى أني الدرسي يكون أفادكم وأشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر